اشتركوا في القناة خادما روميا اسمه طغرل لا نعلم هل التجأ هؤلاء المماليك الى مماليك غيرهم من غير العرب لا نعلم لماذا التجأوا الى هذا مع ملاحظة وتذكير لا ننسى بان الاسماء العجمية بان اتابك الامويين ومربي الامويين كانوا من العرب لا ننسى لكن هل ابتعد هؤلاء المماليك عن خط الاتابك الاموي لان خط الاتابك الاموي لا ننسى قد تميزه بعبدالصمد المشهور باللواط والذكران لا ننساه فهل ابتعد هؤلاء عن هذا الخط فأتوا بمماليك من غير العرب أو أتوا بمماليك غير نهج وعلى غير نهج عبدالصمد المشهور بإتيان الذكران والمعروف بإتيان الذكران مربي وعالم وفقيه الامويين ولما عهد الظهر إلى ولده بالملك جعل اتابكه ومربيه خادما روميا اسمه طغرل ولقبه شهاب الدين وهو من خيار عباد الله كثير الصدق والمعروف أقول خادم مملوك رومي صار وصيا على السلطان والبلاد والعباد الزنكي مملوك والأيوبي مملوك للزنكي والخادم الرومي مملوك للأيوبي فهذا الخادم الوصي الحاكم السلطان الآمر الناهي هو مملوك مملوك المملوك والمالك الأصلي لهؤلاء المماليك تركي فعلى المتحدث بالعروبة والمتحدث بالقومية أن يتنازل عن مدعاه ويرجع إلى الإسلام مع عدالة الإسلام ورسالة الإسلام السماوية العادلة وأنه لا خير في القومية والعروبة إذا لم ترجع إلى الإسلام مع عدالة الرسالة الإسلامية السماوية والحمد لله وحسب نقل ابن الأثير أن هذا الرومي قد أحسن سيرة بين الناس وحكمه بالعدل ولما توفي الظاهر أحسن شهاب الدين السيرة في الناس من هو شهاب الدين؟ هو طغرل وعدل فيهم وأزال كثيرا من السنن الجارية وأعاد أملاك كانت قد أخذت من أربابها أخذت غصبا من الظاهر من ابن صلاح الدين وقام بتربية الطفل أحسن قيام وحفظ بلاده واستقامت الأمور بحسن سيرته وعدله وملك ما كان يتعذر على الظاهر ملكه أقول رفع مظلوميات كثيرة قد فعلها ابن صلاح الدين الممضى تنصيبه وعمله من الملك العادل فاستقامت وعدالة هذا الخادم الرومي كشفت انحراف وظلم وفساد ملوك وصلاطين ذلك الزمان وكما قال ابن الأثير وهو يكمل كلامه ماذا قال؟ قال وما أقبح بالملوك وما أقبح بالملوك وأبناء الملوك أن يكون هذا الرجل الغريب المنفرد أحسن سيره وأعف عن أموال الرعية يكون هذا الرجل الغريب وما أقبح بالملوك وأبناء الملوك وما أقبح بالعادل وصلاح الدين وأبناء العادل وأبناء صلاح الدين أن يكون هذا الرجل الغريب المنفرد أحسن سيرة من الملك العادل وأبناء العادل وحاشية العادل وأقارب العادل وأرحام العادل وأبناء أخ العادل يكون هذا الرجل الغريب المنفرد أحسن سيرة وعف عن أموال الرعية وأقرب إلى الخير منهم ولا أعلم اليوم في ولاة أمور المسلمين أحسن سيرة منه فالله يبقيه ويدفع عنه فلقد بلغني عنه كل حسن وجميل لاحظ هذا الكلام فقط إشارة هنا لاحظ الكلام هذا لابن الأثير هنا نفسه وروح عن نفسه هنا تحدث بما يعتقد لذلك أنا قلت لكم جزاه الله خير الجزاء في وسط تلك السلاطين المتسلطة المتجبرة التي ترتكب كل المحرمات التي تتسارع على الملك مع الأخ ومع الأب ومع أقرب الناس ومع الإله يتسارعون من أجل السلطة مع هذا كتب ابن الأثير وفي ذلك الظرف وفي تلك الظروف كتب ابن الأثير ما كتفه من تاريخه لكنه يجد منافذ يسجل هنا الموقف ويسجل هناك الموقف فهنا أبر عن ما في داخله وبخ الملوك والسلاطين في ذلك الزمان لكن هذا الكلام لمن له عقل للمؤمنين للمنصفين هل يقبل الدواعش هل يقبل ابن تيمية وأئمة ابن تيمية وأتباع ابن تيمية بهذا الكلام لا يقبلون التفجي جيدا يقول هذا الإنسان المنفرد كان أحسن سيرا من الملوك وأبناء الملوك وأعف عن أموال الرعية وأقرب إلى الخير منهم ولا يوجد من من هؤلاء جميعا ومنهم الملك العادل لا يوجد من هو أفضل من هذا المملوك تغرل شعاب الدين ترجمة نانسي قنقر